ندخش بقى في التقيل طيب نبدأ بالمنتخب ولا نبدأ بالأهل أنا شايفة نبدأ بالمنتخب نبدأ بالمنتخب طيب حلو جدا شفنا المؤتمر طبعا من يومين تحديدا وشفنا الكلام كمان والصحف كتبت إزاي وعلى فكرة أنا بتابع كمان الصحف العربية بتكتب إيه عني مش بحب بس يبقى الوضع في الداخل يعني ناس كتيرة على فكرة متفاعلة بتجربة كابتن حسام حسن وبيقولك أعتقد أن ده ربما عن طريقه يتعون مصر لأمجاد مرة تانية تحديدا فيه كاس أمم أفريقيا والرؤية اللي احنا نعرفها والمشهد اللي احنا نعرفه والقوة اللي احنا نعرفها على المنتخب مصر للفشل يمكن أكتر من مدير فني وبالنسبة أكبر أجانب أن هم يعيدون تاني لها 14 سنة كتير قوي غياب 14 سنة دول فيه منتخبات عدتك بمراحل كانت يعني متأخرة عنك كتير فأنت فين أنا كمنتخب مصر فين دايما الزكريات الحلوة اللي هي بتبقى علاقة بالأزهان فالتجرب دايما الكويسة في الكرة هتلاقيها مع مدربين محليين مداية طبعا من الكابتن جهري طبعا 98 وكاس عالم طبعا بوركينا فاسو طبعا وكاس عالم 90 وكابتن حسن شحاطة طبعا فيه السلسية اللي هي المتوالية اللي هي أمم إفريقيا والكاس القرات وكده أحلى منتخب لمصر في الزاكرة سواء الجيل الأديم أو الجديد عارفين أن ده أحسن منتخب في النتائج وفي الأداء وفي اللعيبة فدائما أنت بتبص الحتة دي وخصوصا أن أنت على مدار السنين اللي فاتت إفريقيا اللي أنت متربعة على العرش إفريقيا من حيث حصد البطولات أنت بقى لك 15 سنة أو 14 سنة حاجة محزينة جدا دائما يقول لك إحنا أكبر عدد ما خلاص العدد حيروح وفي ناس حتسبقك فيه لو أنت قدرت بحلك سر يعني مش حاجة يشوت بي يعني مش حاجة تبقى فخور بيها يعني هون تواقف وناس جاية هتحصلك وتعدي صحيح فطبعا من خلال الفترة اللي فات كمان مدربين أجانب كتير ما حسناش حد عمل حاجة سواء يعني إحنا كمان بنقارن بيننا وبين الناس اللي موجودة معنا في إفريقيا وبالذات شمال إفريقيا يعني شفنا المغرب والأداء المشرف في كاس العالم السنة اللي فاتت وعدت بقى مرحلة المجموعات إحنا بقى نقدي أو كم مرة على مستوى التاريخ مصر رحنا كاس عالم ولما رحنا ما بنعديش طبعا دور المجموعات ودور المجموعات وخصوصا لو هنتكلم على آخر بطولة اللي هي كانت في روسيا لا لا دي كانت صورة يعني سيئة جدا فرحة إن إحنا وصلنا إحنا مش عايزين بس نوصل يا جماعة إحنا عايزين نبقى إننا كمان شكل الكرة المصرية ونعدي عندنا طموح نعدي بقى دور المجموعات ما نبقاش إحنا بنخرج من دور المجموعات كده واسمنا بس وصلنا فكل ده يخليك يتفكري في إيه طيب فيه أزمة اقتصادية فيه فلوس كتيرة جدا بتدفع الأجانب ما يعملوش حاجة طيب يبقى المدرب المصري ما نقف جنبه ونساند نشوف جربنا كابتن حسام البدري وكان جربنا كابتن إهاب جلال طيب كابتن حسام حسن لازم ياخد الفرصة راجل تاريخه كبير اسمه كبير على مستوى لعيب الكورة وعلى مستوى التدريب وراجل كمان يعني يتدرب منتخبات يتدرب منتخب الأردن طيب مش هنقول إن الراجل ده بتاعه بس يعني أندية لا يعني يتدرب منتخب الأردن وعمل معهم نتائج كويزة طيب ليه ما ياخدش فرصته صحيح مع منتخب مصر خلال الفترة اللي جاية بس لو خد فرصته مع منتخب مصر معه حسام مش هعمل كل حاجة لوحده هو الأداء أو النجاح ما بيجيش من فرد حسام ده فرد واحد ضمن منظومة كبيرة راجل مدير فني لازم بقى معاه جهاز إداري على مستوى عالي لازم بقى معاه مجلس إدارة التحاد قوي عشان يسنده ونجحه لازم بقى فيه مساندة طبعا من وزارة الشباب والرياضة والدولة يعني الكلام ده كله لازم يبقى مشروع كامل مش هيبقى فرد بس احنا جيبنا واحد ونسيبه بقى هو أصل حسام بيعرف يحمس اللعيبة ويقوم لا لازم بقى فيه مشروع مشروع لفترة جاية